عايز تشوف الديئة اللي بتعمل خمسة وستين الف دولار بص عشر ده حساب اتايتش هي على يوتيوب بيتا مية واربعين مليون مشاهدات على فيديو واحد بس على تيك توك تلاتين مليون اعجاب على القناة بيعمل محتوى هاي اند انيميشن او المحتوى السنمائي الواقعي الاعلانات في بتدفع اربع ام عالي جدا حوالي خمسين سنة هحسبها معايا دقيقة واحدة هتسوي خمسة وستين الف دولار ليه ده بيحصل؟ لان المحتوى ده هاي اند مش هزار مش فلتر مش فيديوهات لطيفة ده محتوى تقيل والاعلانات بتحب تدفع فيه طب انا بحاول اعمل محتوى بس مفيش مشاهدات لانك بتغلط نفس الغلطة بتكتب مثلا سكيرت شرك فالاي اي طلعلك كرتون على شكل علبة كونفليكس احنا مش عايزين كرتون احنا عايزين تكتشر ديكاي رياليزم عايزين صورة تحس ان هي تصورت مش اتعملت السر كله في الخطوات الجاية دي اتأكد انك هتشوف الفيديو للنهاية لان تفويت خطوة واحدة هتفرق معاك بين 100 مشاهدة لمليون مشاهدة اغلب الناس ممكن تكتب برومت سازك زي سكيرت شرك فيطلع كرتوني وفاشل لكن احنا عايزين عمق وقعية تاريخ للمشهد عشان كده جهزتلك برومت من خطوتين هتلاقوه في الرابط ده اول حاجة هتروح على البرومت الاول تحدده بالشكل ده وناخده نسخ وهروح لشاتج بتي اضيف البرومت هنا واضغط على ارسال هنا انا بخلي تشاتج بتي تصرف كأنه سينيماتيك انفيرومنت ارتيست يقدر يطلع فكرة مكان سينمائي مهجور له تسابق وتاريخه زي مثلا مجسم شرك الانيوماترونيك متأكل ومغروس نصف مستنقع ناشف هروح بعد كده اجيب البرومت التاني هحدده بالشكل ده وهاخده نسخ واروح لشاتج بتي واضيفه هنا بس قبل ما اضغط على ارسال هاجة هنا ما بين الكوسين دول وهحط اسم الشخصية اللي انا عايز اعملها مثلا هنا هختار شخصية شرك هاخد اسم شرك كوبي وهضيفه هنا مكان الجملة دي بعد ما اضيف الاسم هاضغط على ارسال هنا تشاتج بتي هيبدأ يكتب لي برومت باسلوب سينمائي يتحكم في الكاميرا في العدسة عشان يعمل لي الصور كويسة هاجي بعد كده احدد البرومت بتاعي بالشكل ده وطبعا هنا اعملي اكتر من برومت وهاخد البرومت كوبي وهتوجه لموقع انشاء صور انا هستخدم موقع لوفارت لانه بيديك استخدام مجان للنانو بنانا برو اعتقد لمدة سنة هنيجي هنا بعدي ما نسجل حساب في موقع لوفارت ونختار نانو بنانا برو هنضيف البرومت بتاعنا ونتحكم في الابعاد اللي هتكون 9 ل16 او 16 لتسعة زي ما انت حابب تعمل الصورة بتاعتك وبعد كده نضغط على ارسال ودي كانت النتيجة عمل الصورة متأكلة متسخة مخيفة وحس ان هي واقعية جدا بس احنا محتاجين ان احنا نعملها بزوايا مختلفة ميزة موقع لوفارت ان في استمرارية في التعديل يعني هنا الصورة موجودة اقدر ان انا اضيف التعديل اللي انا عايزه عشان اقدر اتحكم في الصورة اللي بعد كده زي ان مثلا انا هطلب من النواة غير لزاوية التصوير انها تكون 90 درجة وبعد كده اضغط على ارسال هيبدأ ينفس التعديل على الصورة بتاعتي بالشكل ده عمل لي هنا الصورة بزاوية مختلفة وبنفس الطريقة اقدر ان انا اعمل اكتر من صور واعمل كل اللي انا عملتها واقدر كمان انا اغير في الشخصية بدل شرك لاي شخصية تانية هضغط على الصورة وعملها تحميل واضغط على الصورة اللي فوق كمان وعملها تحميل وتعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل تحريك للصور دي هختار موقع لتحريك الصور بتاعتي لان ده الاختيار المناسب او ممكن تستخدم اي موقع داني يحاول الصور للفيديو هات هنروح هنا بعد مسجل حساب في الموقع اضغط على فيديو وهاجي هنا هضيف الصورة بتاعتي بعد ما اضيف الصورة هضيف هنا البرومت المناسب اللي يحرك للصورة بتاعتي بشكل احترافي زي ان الكاميرا تلف حوالين الشخص وبعدين اضغط على دي كانت نتيجة الفيديو حركة كاميرا واقعية برا لكسز ازاي تحس ان المشهد حقيقي هضيف كل الصور اللي عندك وتكتب البرومت المناسب وتحولها الفيديوهات وتعالوا بانشوف هنجمع الفيديوهات دي ازاي هنستخدم كاب كوت علشان نجمع الفيديوهات بتاعتي بعد ما نفتح كاب كوت هنسحب هنا كل الفيديوهات اللي احنا عملناها هسحب هنا كل الفيديوهات اللي انا عملتها وهبدأ ان انا نشوف بقى الفيديوهات وحطها في التايم لاين هتتحط الفيديوهات زي ما انت عايز وترتبها مع بعضها بالشكل ده عشان في النهاية هنجمع الفيديوهات كلها في فيديو واحد بعد ما جمع كل الفيديوهات هنا وارتبها هعمل اكسبورت الفيديو عشان اعمل له اخراج نهاية ممكن تعمل اي تعدالات منتاج انت عايزها سواء تضيف مؤثرات صوت او موسيقى او تظبط اي حاجة هضغط على اكسبورت هنكتب اسم الفيديو ونضغط على اكسبورت تاني اصبح عندنا الفيديو جاهز بالشكل ده وكده الفيديو خلص لو حابب المحتوى وعايز تتعلم اكتر تعمل لايك واشترك في القناة وقولي في الكومنتات نبسك تعمل محتوى عن اي واشوفك الفيديو الجاي سلام